بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أيها الجمع الكريم نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في مواسم الأفراح وفي لحظات الحب والإنشراح أهلا بكم فرحة على فرحة وبهجة تعقبها بهجة بلسان الشيخ عبدالله بن سالم الذبياني نقول حضوركم جميل ووقوفكم تكميل بكم يحيى الأمل والسعادة تكتمل وتعجز في ترحيبكم كل المعاني والجمل فنحن عن الوفاء عاجزون ومهما بذلنا مقصرون بكم تكتمل أفراحنا وتسعد قلوبنا وأرواحنا بكم تتطاير الأمنيات وتطرب القصائد والكلمات حضوركم وفاء ومعكم وبكم يحل الفرح والاحتفاء أهلا بمن يحملون سيوف الشهامة وشموخ المهابة وبنادق الكرامة متزودين بذخيرة الأخوة والريادة متسلحين بسلاح العز والاستقامة هنا يحلو الاجتماع في ليلة تطرزت بالألفة وليلة كستها المحبة من ليلة السبت الموافق الثاني من شهر ربيع الأول من عام خمسا وثلاثون بعد الأربعمائة والألف اجتمعنا نحن وإياكم على طيب اللقاء وكرامة الرجال وسمو الأخلاق يزف الفرح اليوم في قاعة البراك بمحافظة الطائف والتي ابتهجت بمقدمكم الكريم معلنة حفل زواج الشاب صقر بن عبدالله بن سالم الذبياني والذي يسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد ونقول له مثل ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ضيوفنا الأعزاء سمعتك يا قرآن تسري فسبحان من أسرى تحنت بك الدنيا فأشرق صبحها وأضحى الكون جميل يسفر نستمع وإياكم لأول رشة عطر من بوح وجداننا والقرآن الكريم يرتله على مسامعنا الأستاذ خاتم بن حامد الذبياني فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم يا مرحبا ترحيبت كلها طيب ترحيبت الطيب بشوفة خوية انسوقها لأهل الوفا والمواجيب علي لهم بالطيب روحة هجية في حفل صقر انسوق الترحيب يلا عسى دنياه دائم هنية حفلنا الكريم أما الآن مع كلمة ترحيبية اللي راعي الحفل الشيخ عبد الله بن سالم الذبياني يلقيها نيابة عنها الأستاذ تركي ابن حسين بن سالم الذبياني فليتفضل الحمد لله الذي أتم لنا نعمه وأكمل لنا دينه وألف بين قلوب المسلمين سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو ربنا كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق معلم الناس الهدى والخير أما بعد أصحاب الفضيلة مشايخ القبائل والأعيان حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بمن زارنا فطاب الهنى فأهلا نزلتم عندنا وسهلا وطأتم بيننا أقول للجميع حضوركم محل تقدير وأثره في قلوبنا كبير فحياكم الله ورفع الله قدركم وكتب أجوركم وأسأل الله كما جمعنا بكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في مجنته ومستقر الرحمته ضيوفنا الأعزاء هذه الليلة الجميلة تحفها المحبة وتغشاها الألفة عنوانها التكريم والوفاء وشعارها الأخوة والصفاء والتي جمعتنا في حفل زواج الشاب صقر بن عبد الله بن سالم الذبياني والذي أقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أيها الحفل الكريم يا مرحبا ترحيبة البدو للعيد تباش روضة حين شافوا هلاله يا مرحبا مليون ونزاد لا باس والزود رهل الزود استاهلونه بهذا البيت الصادق الجميل أبدأ كلمتي هذه معبرا فيها إنه في هذه الليلة السعيدة نعيش نحن وإياكم أسعد الليالي التي تجمعنا بكم على طيب اللقاء وكرامة الرجال ونحن بحمدٍ من الله ننعم برغدٍ في العيش وأمنٍ في البلاد ووفرةٍ في المأكل والمشرب وتسهيلٍ لأمور الحياة أطال الله في عمر قائدها ومليكها ضيوفنا الأعزاء أصالةً عن نفسي ونيابةً عن قبيلتي أود أن أوجه وافر الشكر والعرفان لجميع المشرفين على هذا الحفل المميز لجميع المشرفين على هذا الحفل المميز والمشرف وفقهم الله لما يحبه ويرضاه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد حكومةً وشعباء الأمن والأمان والاستقرار والارتقاء والسعادة والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلنا الكريم قصيدةٌ ترحيبيةٌ بالحضور يقدمها الشاعر سعد بن ابن سيس الذبياني فليتفضل من الهاجسة اللي يماشي كالنقص والتقصير يصخر جزيلات المعاني ويعربها أنا لا نوعي تكتب بامتاز بالتعبير هواجيز تقوم في المواقف بواجبها ألا يا سلام الله سلامًا يفوح عبير سلامي على تاج المراجل وصاحبها سلامًا معطر من ورود الهدى تعطير على أصدق رفيق وخير الأصحاب وطيبها أنا أقول كلمة حق ما حولها تزوير أراهن عليها وأتحمل عواقبها لك الخير يا أبو سقر وأفعالكم تكثير إذا قامتها لجواد تبدي أطايبها كرم حاتم الطائي وقوة صمود الزير مجرد سجايا من سجاياك نحسبها عسى الله يحفظكم يا رموز الكرم والخير فعايلك فوق الوصف لو قلت بكتبها بيوت القصيدة تشيدبك والكبير كبير نحاول بمدحك توصل على مراتبها تقبل تحياتي مع الشكر والتقدير وتعيى صداقة طيب رأسكم طيبها سلامتكم الله سبحانه حالكم زارك السلامون ضيوفنا الكرام لكل زمن دولة ورجال كما للخيول فرسان كذلك للأقلام أفنان وكما للحروف سلاطين فإن للكلمات براهين شعراء كثير لكن قليل منهم يمتلك أنامل من ذهب تسطر بريقا أروع من بريق الذهب نبع إحساسها لا ينظر حينما يترنم الشعر ويصدح فتنتظم أبياته لتحلق بنا إلى عالم من السمو والنفحات من على منبري حسان نترككم مع الإبداع ومع الأمسية الشعرية التي يتشرف بلقائها أمامكم نخبة من أفضل الشعراء وهم الشاعر طربوش الذبياني والشاعر عايش الحارثي الشاعر عبد الرحمن بن نواجع القرشي والشاعر طالب الذبياني والشاعر جمال الذبياني فليتفضلوا جميعا السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله يا وحب أنا سهل طيب كيف حالك؟ سكي طيب كيف حالك؟ صحيح نبدأ من سياثنا حفلنا الكريم مع الشاعر طربوش الثبياني شاعر الحكمة والحماسة خبرته الطويلة في ساحة العرضة الشعبية نصبته حاكما بين الشعراء كما كان يفعل النابغ الثبياني في سوق عكاض له قاعدة جماهيرية كبيرة يتميز كثيرا بتقديم النصح والتشجيع للشعراء في بداية حياتهم الشعرية متى حضر حضر معه الإبداع وجزالت المعنى من منا لا يعرف الشاعر الكبير طربوش بن عواض الثبياني فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا نبارك العريسة هذا الليلة قريب المطلبون من فلس الله يخلني الصوت أظن هناك واضح بس من هنا تقريبا يمكن يا شيخ السماعة ترى ملفوفة على الجدار هذيك خلوا أحد يوجهها من الشباب يا تركي وجه السماعة هذيك على على الصالة كذا لنا موجه على الجدار أنا عندي قصيدة مشاركة والله الذاكرة عندي شوية لكن عادة بحاول إن شاء الله أن الله يعيني يا تركي loose世 ترجمة ننتقدر لا 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 كني طاير في الهوى من كثر شوقي للمناسبة الذي لولادكم يولاد سالم يعتبر لولادي بيننا عشرة واخوة ما نسيناها وملح زاد ولكم عندي معارفا كثيرة مقدارة استجزها لها ولكم عندي معارفا كثيرة مقدارة استجزها لها ومعارفا رجالنا من اللي يحفظونها ومعارفا رجالنا من اللي يحفظونها يا صاقر جينا نشرف حفلكم ونقول لكم مبروك ألفا مبروك الفارح ألفا مبروك الفارح والله يوفقكم يا ابن عبد الله وإن شاء الله بكرك والدنا قدر نعده وافي الجدين إن جاء مثل الجد حسين أبشر بسعدك مرجله وشجاعة كلمته ما تنكسر وانمدى للشارة يصيبها وإن جاء مثل أبوك عبد الله نعده شيخ ما يتمثل شيخ طيب وإن جاء مثل أبوك عبد الله نعده شيخ ما يتمثل شيخ علم وشيخ دين وشيخ طيب وشيخ معرفة الصفات اللي ذكرناها حقيقة كلها موجودة ضف عليها البوردة والجود والناموس والاخلاق وامامك يا صقر وامامك يا صقر ما هم من رجال الواطية والدنيا كلنا ندرناهم وانعمهم من خيرة بني ذبيانة وانذكرنا عزوة الشرمانة ربعك حيا هذا العزوة الاصافي والحامد والمهدي والمراكنة وانذكرنا عزوة الشرمانة ربعك نعمه والله والنعم بالعزوة الاصافي والحامد والمهدي والمراكنة واندي يشمل عزوة الشرمانة وادعي كل واحد باسمه وانحصل مني ناي والله نسى لا حد يا ايو الله قلوا معذورة وانحصل مني نسى اللي تسمعني قلوا معذورة القصيدة قلتها وانا ما اخط الهاده مستعجل كني طاير في الهوى من كثر شوقي للمناسبة الذي لولادكم يولاد سالم يعتبر لولادي بينانا عشرة واخوة ما نسيناها وما الحزاد بينانا عشرة واخوة ما نسيناها وما الحزاد ولكم عندي معارفا كثيرة مقدرة جاهلها ومعارف الرجالنا من اللي يحفظوناها ومعارف الرجالنا من اللي يحفظوناها سلامتكم سهلا صحي سارك والا يا بخوة عيدها والله حالي يا بخوة خضل يا بخوة خضل لا 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 يا صيقر جينا نشرف حفلكم ونقول لكم مبروك ألف مبروك الفارح والله يوفقكم يا ابن عبدالله وإن شاء الله بكرك والد نقدر نعده واثق الجدين إن جاء مثل الجد حسين بشر بسعدك مرجوله وشجاعه كلماته ما تنكسل والمد للشاره يصيبها وإن جاء مثل أبوك عبد الله نعده شيخ ما يتمثل شيخ علم شيخ دين شيخ طيب شيخ معرفة الصفات اللي ذكرناها حقيقة كلها موجودة الصفات اللي ذكرناها حقيقة كلها موجودة ضف عليها البورادة والجود والناموس والأخلاق وعمامك يا صقر ما هم من رجال الواطية والدنيا كلنا ندرناهم وانعمهم من خيرة بني ذبيان وانذكرنا عزوة الشرمان ربعك حيا هذا العزوة علي صافي ولي حمد ولي مهدي والمراكنة واللي ما يحضرني اسمه لا تلوموني والله علي صالة لا 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 له والمراكنة القصيدة هجبتها وانا ما اخطر هذا مستعجل كني طاير في الهوام كثر شوقي للمناسبة الذي لولادكم يولاد سالم يعتبر لولادي بيننا عشرة وخوة ما نسيناها وما الحزاد ولكم عندي مغارف كثيرة مقدرة جاهلا ومغارف الرجالنا من اللي يحفظونها ومغارف الرجالنا من اللي يحفظونها والسلام عليكم حفظنا الكريم شاعر وإعلامي أشرف على عدد من الصحف والمجلات الشعبية المهتمة بالشعر في المملكة والخليج شارك في برنامج شاعر المليون في نسخته الأولى تميزت مفرداته الشعرية بالفصاحة والحماسة تميز بانتقائه لغرائب الألفاظ الشعرية التي لم يسبقه إليها شاعر كتب في جميع البحور رحبوا معنا بالشاعر والإعلامي طالب ابن علي الذبياني فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم بداية نهنئ العريس ونقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير الحقيقة الجمهور جمهور عرضه والشعر النظم ربما يقل جمهوره في الجهة الجنوبية أو جهة جنوب الطائف ولكن وجب علينا أن نشارك هذا أولا ثانيا أنا الحقيقة اليوم جاني لاتصال من الأخ زيد الشرماني ولذلك اعتدر أن لم يحالفني الحظ في كتابة بعض النصوص خصوصا نصفي أهل المناسبة متأخرة لكن يا هاجسي عيب ابتغوغني وانا عليك أتسند أعرفك ذيب وجيت طالبك يا ذيب عطني خطام القافية لا تعند المسألة كم بيت ما قلت لك جيب قصيدة أطول من مسلسل مهند لعيون شيخا من زحول المناصي في مدح هسكر بالقصايد وقند لعيون شيخا من زحول المناصي في مدح هسكر بالقصايد وقند شيخا ترقى فوق روس المراقيبة الطيب طيبة والكرم لها مجند أبو صقر مرهي سيولة تراحيب للضيف واللي صاحب اسمها وسند تحية لك يا زبون المواجيب يا ند مال في المعالي ولا ند السلام عليكم سهل السلام عليكم الشاعر عايش الحارثي تميز بجزالة القصيد ووضوح المعاني له مشاركات عدة في بعض القنوات الفضائية له مشاركات عدة في المنابر الشعرية صوت حسن أداء راقي أبو سعد فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا أما بعد أيها أخوة نبارك لفارس هذه الليلة سقر بن عبد الله بن سالم الدبياني ونقول ما قال أفضل البشرية صلوات ربي وسلامه عليه بارك الله لكم مبارك عليكم وجمع بينكم بخير عندي قصيدة بهذه المناسبة والله ما صوتها لبعدي العشان كان فيها خلال شي سامحوني علي يا لا 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 هو القبائد تحترم من يحترم يا لا 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 يلا ترحم والد اللي غني اللي اثنانين ان شاء الله يرحم والدنكم يلا يا مطلوب يا رب العبادي يا علي من بالخواب والبوادي اسألك بالعفو في يوم التنادي والقبائل تحترم من يحترم يا لا 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 والقبائل تحترم من يحترم بعدها سلام واثني بالسلام يذوي سالم عزيز المقام ابو ساقر لهم عز واحترام والقبائل تحترم من يحترم يا لا 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 يا لا 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 الله بيض وجهنا يحترم من يحترم عبد الله سالم ولي عندي ما عزه امدح في كل وقت وكل حزه لا بتنقدره ولا واحد يهزه هو القبائل تحترم من يحترم يا لا 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 يا لا لا يا لا لا عبد الله سالم ولي عندي ما عزه امدح في كل وقت وكل حزه لا بتنقدره ولا واحد يهزه والقبائل تحترم من يحترم يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هو من بين يذبيان ومن الخصائل عز وتنتح سمن عدود القبائل الرجال هل الوفا وهل الجمايل والقبال تحترم من يحترمها يالالالا 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 والقبال تحترم من يحترمها وانا من بالحرز رجال الحميق وانا من بالحرز رجال الحميق عزوتي وافخار بهم في كلها والعرب تعرف مواقفنا القوية والقبال تحترم من يحترم يالالالا 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 والقبال تحترم من يحترمها يالالالالا يالالالا يالالالا يا صقر مبرك في عرسك واني بسمك للحضر نعلن واني والله يحقق لكم كل التماني والقبال تحترم من يحترمه يالالالا 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 والقبال والموت صلوا على خير البرية حد ما يه statistها مالي للنشية حد من صلى صبح والعشية حد من الصلاة صبح والعشية حد من الصحة واني هذا الصلاة في عيد م lessons وانيexplنا بعمل المعلن تحضر من يحضر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميع نبارك العريس هذه الليلة ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير الحقيقة المقام أكبر من الشعر وأطلب المعذرة من المعازيب بيتان تسليم سلام تسليم الوفا والاحترام سلام الأهل الطيب والقدر الرفيع سلام ما خلطه تزيف الكلام سلام الأهل الدين والسفى البتيع سموا بني ذبيان يلقم الحشام يلعزوها اللي تذكر بحسن الصنيع تشهد لهم كل المواقف العظام واحقوقهم بين القبائل ما تضيع تشهد لهم كل المواقف العظام واحقوقهم بين القبائل ما تضيع جينا على دعوة كريم من كرام ترك حسين امتوع اللي ما يطيع جينا على دعوة كريم من كرام ترك حسين امتوع اللي ما يطيع ولد سالم كلهم ذخر وحزام أهل الوفاء الطيب والحسن المنيع أهل الخيال المسر جاه يوم الزحام صدرهم يطوع لما يطيع أهل الخيال المسر جاه يوم الزحام صدرهم يطيع لما يطيع والمعذر أهل الوفاء قبل الختام الشعر ما يوفيك الشعر ما يوفي مواقف كيم جيمي ومبروك ما لا حتبرقا فالغمام للفارس اللي في مواقف شجيع صقر ابن عبد الله سادر به السلام ويجعل حياتك اللها نور سطيع صقر ابن عبد الله سادر به السلام ويجعل حياتك اللها نور سطيع ويجعل حياتك اللها نور سادر به السلام شاعر جمع الجزالة وسلاسة المفردات شاعر اشتهر في ساحة النظم وساحات شعر الشقر فشعره يذهل العقول ويبهج الصدور ويقدم أجزل المعاني فقد كتب أجمل القصائد الجميلة والمتميزة في جميع ألوان وبحور الشعر إنه الشاعر جمال بن عايش الدبياني فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تساكم الله بالخير جميع وبعدين نرجو منكم تستمعون شوية ولا ننزل نترج معكم حنا هذا أول شيء ثاني شيء أنا والله إني أمر بظروف صحية وآمين يا رب العالمين ولكن لمعزة ابو صقر والوجهة الغانمة ذي حبيت أحضر وشارك وعذروني أنا حتى والله ما سويت قصيدة في المناسبة ولكن أبو فواز هو كبيرنا وسلم عنا وبارك وهو حتى إرثنا حتى في الميرات لامتنا تسلم فبختار لكم قصيدة نظر واجتماعية يقول وبعدين إذا تبقوا نعطيكم جديد عرضة ولا نظر ما عندكم مشكلة يقول أنفض غبار الهم لا خيم على صدرك وقوم مساحة أفكارك هموم الوقت لا تحتلها والبس من ثياب التفائل ولا ملبيض والهدوم والمعبولات من الأمور الله كفير بحلها الياس يا ابن الناس قتال الأماني والحلوم قل للنفوس المحبطة يا أخي تفائل قل لها ترى الغسر واليسر في الشدات مولودين توم والنفس تكره ربما شيئا هو خيرا لها والله في جو السماء بارك وخيلت الغيوم دعا الله أن يسقط ديار الممحلة ويبلها والعمر ساعة خلها طاعة الصلاة وحج وصوم والنفس لا تتبعها والشيطان لو زيّل لها ونعتلاء حظك على روس النوايف والرجوم حافظ على القمة وسقط الأرض لا تنزل لها كل شيء يهون إلا العقيدة والمبادي والسلوم خطوط حمراء لا تقربها ولا توصل لها فالأرض ثم العرض فالثنتين لا ترضى بسور من دونها حتى ولو روحك تموت أحسن لها ما أحد يموت وباقي اللي في العمر لو نص يوم واللي تموت على الشرف والعز لا تحزن لها وانقلت يا كثر النشامة قلت يا كثر الرخوم اللي سوالفها تغثك بودنا وتعلها كم واحدا يعجبك شكله لكن علومها علوم وانقلت يا كثر النشامة قلت يا كثر الرخوم اللي سوالفها تغثك بودنا وتعلها كم واحدا يعجبك شكله لكن علومها علوم لو جيت تبحث فيه خفاها ما تسرك كلها اخذ من اعداها اصدقاه ومن بني عمها خصوم واليابغت تقصر حبال المشكلة ضولها والرجل الاخر دور ربعه كفو ونعومك نعوم منصغ بني عمه وبيب البيت مفتوح لها ضلعن اذا الرلابته عن برد ولا عن سموم ونجارة الحملة برك من دونها واشتلها اذاك يسوى لهمية شيخة من اصحاب الختوم اللي لو لا تترك الشيخة يكون حسن لها. سلامة. 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 يضل وجهك شعر جمال. ابو فواز. شباب. الان الميكروفون انتقلك. كل شعر الان قصيدتين. فضل ابو فواز. والله يا رب انا اولا ما عندي جديدة الحين. وما ادري وش رغبة الجمهور. وش يبغون. زمل طيب وجه الله. هقدر مساويك? ها بشر. غالي. والطلب الرخيص ها? ايا. يقول انا طلعت مشوار مع احد الاولاد الصغار كده. وكنا نتمشى عصرية ومرنا على صاحب مساويك. وقلت روح وانا ابوك اعطني مسواك. وراح لعند المساويك ورجع. ايش بك ما جبت مسواك? قال والله اش تبغى بيج ولا بني? ما يعرف الباشام من الراك. قال تبغى بيج ولا بني? قلت انا اعطني بيج. وانتو اش تبغى? قال ابغى علك. ابغى للبان. قلت اخذ لك علك انتو بكيفك. وجاب المسواك وعد اه بدالي اهداف في الموضوع طال عمرك. فقول لا. الشباب فيهم الخير والبركة. لكن عاد الشاعر يعبر. الا الشباب هما زهرة المستقبل وهم عزوتنا. اه فانا ما عقسيت عليهم. يقول شباب ذا الجيل ما حجوا بالنار والله لا يقول انا ليانمت نومي ما هناني ورشباح. شبح في النوم. انا ليانمت نومي ما هناني ورشباح. يا وقت خليت طرفي طول الايام اغصان. اشكي على الله يا وقتا كثيرة مساويك. لو كنت مخلوق ما طوعت رشدك ولا راك. وسمت وجهك بحد السيف ولا بشامة. لا 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 لا. وسمت وجهك بحد السيف ولا بشامة. انا ليانمت نومي ما هناني ورشباح. يا وقتا خليت طرفي طول الايام اغصان. اشكي على الله يا وقتا كثيرة مساويك. لو كنت مخلوق ما طوعت رشدك ولا راك. وسمت وجهك بحد السيف ولا بشامة. الردودة قولها. شباب ذا الجيل محجوب النظر من ورشباح. اكله معلاب ولا يبغى فواكه من اغصان. اكله معلاب. اغرب مثل والدي اللي ما يحب المساويك. مسواكه العلك ما يبغى بشامة ولا راك. يضيق الا قول تخذ الاكراك ولا بشامة. يضيق الا قول تخذ الاكراك ولا بشامة. السلامة. وسلامتكم. صاح لسانك ابو خواص. اشتراك؟ 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 الثانية ابو خواص فضل. بقي قصيد ثانية. حلقي تعبان الله. انا مودة نكثر عليك انت شايبنا. لكن اه. نبغى الثانية. تخذ الحين وبعدين خلني شوية خلني نريح. حلقي ما يساعدني. خلنا صخم بشاهي. تفضل الشعر طالب. تفضل. سم. ابشر بس سعد. ابشر. فضل طالب. عندي الان. يقول. يا حروف الشعر كانك. ما حضرت الليلة. فالوكاد اني بدونك ما يصح. السانية. بيضي وجهي وحثي هاجسي وارهيله. جمليني لا دعاني داعي الشرماني. يا حروف الشعر. ما حضرت الليلة. فالوكاد اني بدونك ما يصح. الساني بيضي وجهي وحثي هاجسي. وارهيله. جمليني لا دعاني داعي. الشرماني عزوة وقت الله الله. يعدلون. الميلة. لا حمي ميدانها وتلاقح. الدخاني من قبيلها. قومتها لجل خيل. أو خيلها. اربعين من السنين الحمر بالدماني. اربعين من السنين الحمر بالدماني. بيدهم مفتاح. باب الحرب. والتقفيلة. اسألوا عنها حديفها. وهرم ابن اسناني. يا سلامي يا مقابيس الوغى. وكليله. يا دخيرة محزمي. لا زاعب تيجاني يا وجيه يا وجيه قبيلتي في وجه كل قبيلة. يا نيازك مش مع الا في سماء الذبيان. يا طناخة روس. وحداث الزمان كفيلة تثبتن النصر للشرمان مهما. كان. يا طناخة روس وحداث الزمان كفيلة تثبتن النصر للشرمان في الميدان. من نخاهم فاز ولحاهم عليها ضليلة. ما عليه خلاف من قاسي ولا من. اداني. اداني. وانطرق عابر سبيل. وردد التهليلة. ارهو الترحيب من جودات مالها. اشاني ضيفهم محظوط. والترحيب طرقوشيلة. مرحبا مصبوب من مربوبة الرسلاني. الفصاحة واسم فيهم. والدكاء والحيلة. والكرم مخلوق في تكوينة الشرماني. والتحايا في ختام القافة. والتكفيلك. الموقف فيه منطوقي. هو العنواني. اي نعم حنا بني دبيان. مير الليلة. انا دبياني. ومصروحي من الشرماني. صحيح السابق. صحيح السابق. صحيح السابق. اعزيز واحد القناة. ثاني يا طالب تفضل. ثاني. ضروري. اكيد. يقول. يخوي الذي ما هو من امي لكن افداك. من كثر ما حبيتك اموت. وحيابك. يعلي مطيح الله ونا في يدي شرواك. ولا ينقضي لي حاجه الا على بابك. مدام انني في كل ظلم الطريق القاك. بمصباح كنك تنتظرني على عصابك. فانا ما علي اخلاف من دا. ولا من داك. معنز على الله ثم نابك. ومخلافك لانك مهيب. وهي بتسمك تهز اعداك. لو ارفع يدي واذكرك عند الجبل. اهابك خوتك دعوة بر. يا حظ من خواك. ويحليل من لا يعتزيبك. وينخابك مواقفك. ساقت في قلوب الرجال. غلاك. شوف الناس كلا يحتفيبك. وهلا بك اذا قلت يا. والشرط يا كثر من لباك. لانك معلم فضل والناس. طلابك ياديك غيم. يسوق خيره هنا. وهناك. فضلك لكل الناس ما هو بس اصحابك. لو العمر يهدى ما بقى واحدا مهداك. يرى كل واحد فيه من احد اقرابك. دعينا على شانيك. لكن من اشناك. ملكت القلوب وكل خلق الله. احبابك تموج المبادئ. وانت ثابت على مبدأك. جبل لا تموج ولا يهزك. ولا يغيرك. هبابك سبحانه اللي بالصفات الحسانة. اغناك جعل منك حامل مسك. نتنفس اطيابك حبك. فساق الحب فينا. وحبيناك. وصرنا على ما قيل ما نبصر اللابك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا طالب. ابو سعد قصيتين ممتازة. مطلب الرجال هذا. اخي شميه بشري. هذا ابو محمد ولا ما قدر اقول معي شي. بعدين جبتولين حطيته قدامنا. هاي واش اقول. ما قدر اقول شي معي. يا الله اني طالبك سترك وخير وخيره. سمعتي يا رب تجعلها من اطياب سمعه. بعد هذا اسمعوا شاعر حاكم تعبين. الله يعلم ليسك. ترى ان جاني شي والله من ابو. ابو جمال. بعد هذا اسمعوا شاعر حاكم تعبيره. واخذ بالها جوس رمعه من وراها رمعه. الكوف بين الرجال شاور واشيره. والخي بالنقال شاوره ما احد يستمعه. والليل هيبا وزايد بالبشر تقديره. يترك اهل الحدد ما به من وراه مطامعه. يلا اني طالبك سترك وخير وخيره. سمعتي يا رب تجعلها من اطياب سمعه. بعد هذا اسمعوا شاعر حاكم تعبيره. واخذ بالها جوس رمعه من وراها رمعه. الكوف بين الرجال شاوره واشيره. والخب اللي انقال شاوره ما احد يستمعه. والليله هيبا وزايد بالبشر تقديره. يترك اهل الحقد ما به من وراهم طمعه. والرجل لم تاز في شعره وفي تفكيره. وارتفع صيته وجيه اهل الحسد من لمعه. والضعيف اللي على الاقراب ينقع زيره. ما يفارق لين ياخذ بوق خشمه قمعه. والضعيف اللي على الاقراب ينقع زيره. ما يفارق لين ياخذ بوق خشمه قمعه. واللي لشاف ابن عمه طيبا في السيره. يبتدي يسبه من الجمعة الينا الجمعة. ومن يحاول هدم حصن شامخن تعميره. سرع معود وخده محترق من دمعه. والغشامة والرخامة والحسد والغيرة. شبتها بيناس واجد كلها مجتمع. سلامتكم. أبشر. أبعطيكم قصيفة العيد والله يجعلنا وياكم بالعيد وإن شاء الله. يا الله يا مطلوب يا رحمن يا رب العباد. أغفر ذنوب يا ولي في دفتري سجلتا. يا مرحبا عد البروق وعد مادن الرعاد. إن الجميع وبالجميع بديتها وعلنتها. العيد ما هو بس أكل وشرب والبوس انجدت. ولا رسالي العيد جاتك من عرب ورسلتها. العيد جمعت ناس وجميع ما بهم فراد. وكل يقول التفرق بيبانا قفلتا. حنا تاران أخوانا وابنا عم ذا العلم الويكات. ورب عيلهم ذكرني جم مني وانا جملتا. وانا راجل عاقل وميز في البيض من السواد. وليا حضرت مع القبائل اللابتي مثلتا. ولي مع راين سديد نقول جعل في المرد. وننسى بهالي والعيب لا مني عانا حولتا. والرجل لا مني وعد يصدق ويوفي في الوعاد. ونسى انت جادل بالخطى تنشب لي يا جادلتا. واللي غلط نقول له غلطان ما فيه نحيات. تراها للغلطات تطمع فيك لا جملتا. وياللي على ظهر الشداد حذرت وطيح عنه. عن الشداد. وياللي على ظهر الشداد حذرت وطيح عن الشداد. وهل جاتك تحسب لك كذا ولا كذا لا قلتا. وتدروني يا أخواني واش أحسن شيء عندي في العياد. الي اجت معنا وقابلني ربعي وقابلتا. سلامتكم. الشاعر عبدالرحمن بن نواجع القرشي قصيدتين اخرى تفضل. الان تحدي بين الشاعر عايش الحارذي وعبدالرحمن نواجع القرشي. بالشيلاته. والتقييم لكم. تفضل. اتمنى ما نكون ضيوف ثقيلين. لها جسن ما عيبات الليل من مده. له في حب على الفكر والهم من رادي. وله معني جمال ليالي عشق المواده. يشهد على العشق راس ضلع الوادي. اجرستي على الموال ورده. ما هو طار بميرل والنات معادي. وقل صبري يصل يبع عمر حده. حتى مع ذاتي وجد شجب وعنادي. مدت حبل الرجام بعدني مده. مدام يطويه ياش الوقت ويمادي. يبع عمر باحر قلبي زاد في مده. معادلهم حتوى. معادلهم حتوى في محيطي الهادي. يكفي تجاري بوقت انبان في صده. حنلوعد حان لحسابات الابعادي. لو كل طير على المقناص له هده. كان الحدادي تضوي صيد الأجوادي. لو كل طير على المقناص له هده. كان الحدادي تضوي صيد الأجوادي. لو كل رجل تمد الوافية يده. ما كان خلد الحاتم فعله لم جادي. لو كل رجل اللبس لبسه على قده. ما كان تلقى ما بين الناس نقادي لكل رجلا صبور ولا بدأ سده ما كان تلقى الخبر في موجة الرادي والصدق يبقى صوات السيف في حده ما يحتزم به يكود حرارة وجوادي والطيب ما ينوجد يكود في مهده ما تزهر الحمضة له وردن ولا كادي ومن لا عرف بالوفا والطيب في عهده ما ينذكر لا تساوى بين الألحادي ومن يجتهد الأجل يذكر فعلها ومجده لا شك ما يظلمه هجري وميلادي ولا كل مزن يجيك السيل من رعده يا كم سيولا تجي من غير رعادي السلام عليكم يقول الشعر ميراث الجدود ومنهجه يبقى شريف ما يحتمل زود الكلام وما يسمى فلسفة الشعر في المجلس يقدم للعرب فانجال كيف هاله من المعنى وندرج به علىه للمعرفة والشعر اللي لا كتب شعره من الواقع يضيف والشعر اللي لا كتب شعره من الواقع يضيف المفردات النادرة في بيات شعر منصفة والشعر اللي لا وصف وصفا يفوق عن الوصيف يخرج عن الشعر النزيه ويحمل اسمين وصفة واللي حسب إن الشجر ما يثمر الله فالخريف ما يعلم إن الذاريات هبهبت ما تعصفه والشجرة واللي مثمرة محدن يقربها العطيف واليابسة تستوجب الحطاب يحزم معطفة والشجرة hacerlo مثمره محدن يقربها العطيف واليابسة تستوجب الحطاب يحزم معطفة والشعر لا تنصاه لما جاك متريض وضيف والضيف يبقى تحت حكم معزبه ومضيفه والشعر لا تنصاه لما شاك متريض وضيف والضيف يبقى تحت حكم معزبه ومضيفه والشعر مثل الخيل بين المسرجة واللي عسيف والمهر طبعه من طباع السائس اللي يعسفه والشعر مثل الخيل بين المسرجة واللي عسيف والمهر طبعه من طباع السائس اللي يعسفه المثائل والحكم الشعر لا يصبح كفيف للأدب تفكون تيار الزمن لا يجرفه سلامتكم صحر سانك أبو عبدالله قصيدة في مدح صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل نستمعها وإياكم من الشاعر جمال الذبياني فليتفضل والله ما أدري هذا فيه قصيدة قديمة في خالد الفيصل أول ما تولى مرت منطقة مكة بس والله ما أدري يحافظها أنا أول وفي قصيدة تلاحقت اليوم الوطني لكن بعطيكم اللي يحافظها أنا القريبة ذي فيها ذكر لخالد الفيصل والله أني ناس جار في قصيدة قديمة في اسمو المير خالد الفيصل زارنا في السجون مكة هذه قديمة والله ما أقول أذكر الله يالساني قبل ما تبدأ وسمى سم بسم اللي يسوق الغيث من دهم الغمامي ربنا اللي يفرج الكربها ويكشف كل غمة في نهار الهواء الأكبر يوم يشتد الزحامي مرحبا ترحيبا أشبه بالرغود المدلهمة الرغود اللي سناب الراغها يجلى الظلامي الظلامي مرحبا بك يا سليل المجد يا نسل الأمه الملوك اللي تفضل جمع الأثار العسامي يا حبيد اللي يجمع بعد التفرق شمل الأمه لين سيرها على التوحيد والنهج القوامي والتحية من ضميرا حبكم يجري بدمه ارتوابه كل غرقا فيه من سن الفطامي من ضميرا كل بغاية مناه وكل همه مرحبا ومشاهدتكم سيدي غاية مرامي يسعد في مقدمك والخير في عطرك نشمه والبشائر اللي اخرغت ما بين زمزم والمقامي والشعر عبدا يسخر وانت سيدها وانت عمه تقضع القيفان بين يديك كدرا واحترامي شاعرا يبغى يفي مدحك بعد ما جتبه أمه يبغى يفي مدحك بعد ما جتبه أمه لو طلق من حزامي يستبيحك عذر قدامك تتم قولي وتم وقتنا مفرصة وقوفي بين يديك وانت مامي ينت قمة في التواضع وانت في الأخلاق قمة يا الحسام الفيصلية الفيصلية ابن الحسامي فيك حزم وفيك علم وفيك حزم وفيك ذمه يا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكرامي والتحية وسلامتكم الثاني الثاني يا جمال تفضل الثاني تبعون أعطيكم عرضه ولا تبعونها هاي أبو محمد ها أنت جمهوري لحالك بس واش تبغي ها با ابدقي واش الخائمة جمال جمال يقول بسم الله أبدأ ومفتاح السلام الكلام سلام مني وبسم الله أبدأ ياتها أعوذ بالله من الشيطان تعيش بسم الله بسم الله أبدأ ومفتاح السلام الكلام ومفتاح الكلام السلام بسم الله سكانها وعلى سمو سيدي خالد رفيع المقام تحييت الطيب جوهرها وعنوانها خالد سمو الأمير اللي عليها الكلام اللي اللي أقال كلمها شفت برهانها خيال فكري على طاريح حلق وحام واجمل بيوت القصايد جندل اسمانها يا ابن الملك فيصل الله يا حفيد الأمام القايد الباني اللي وحد أكيانها شيخا تحت رائط التوحيد جرد حسام وعلى نجهاده على الفتنها وشيطانها على ظهور الحرائر ومهات الجام خيلا تدك العادي وسط ميدانها قضى على الجهل وعلى الثار والانتقام بالعدل وبهيبة الدولة وسلطانها يا موطني دام عزك عام من بعد عام في ظل القادات كاللي تسهر أعيانها اللي علمنا المواطن والوطن ما تنام ولا قفلت في وجيه الشعب بيبانها ولا قفلت في وجيه الشعب بيبانها عشنا وشفنا في الدنيا دروس عظام دروس لكن تشيب روس ولدانها سقط قناع الربي علي عربي واللثام وبدت ملامح وجيها الشر وعوانها فوضى وفقر فقر وتشردم وفوضى عارمها وانقسام في صف الأمة والأخوة تقتل أخوانها لكن عندي خبر عاجل وتصريح هام لكن عندي خبر عاجل وتصريح هام أبعلنا الكلمة هاللي واجب إعلانها تدوي دوي يرعد في مدل هم الغمام ويمل الصداها قلوب الناس وذانها أمن الوطن والمواطن حاج جمات سام من دونها الموت والبندق ونشانها ومن دونها اللي تريد حوض المناية أحيام لقم بعد شعل تلفتناه دخانها من ساحل البحر الأحمر غرب لشرق يام أشاو سمست ميتة فوق حدانها باسمي وباسم الجنوب الحر عود وغلام واسم القبائل مشائخها واسم القبائل عرايفها وشيخانها نجدد العهد والميثاق والالتزام بيعة وفا سود الله وجه من خانها السلامتكم مشاركة من الشاعر سيف المطرفي أحد زملاء العريس فليتفضل مشاركة شعرية منه بعد في وقت سيف المطرفي يا مرحب حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام مساكم الله بالخير أقول سقر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير أما القصيدة سأشارك بقصيدتين القصيدة الأولى بمناسبة الزواج الصقر والقصيدة الثانية معدة من قبل ما جيب غير بيوت تطرب لها الناس واللي مشكك ليت يسمع دقائك ما جيب غير بيوت تطرب لها الناس واللي مشكك ليت يسمع دقائك ما دور الفضة وشغلي بالألماس علمي مثبت بالحجج والوثائك سلام ردة عد ما هف نس ناس باسمي وباسم هذيل والجو رايق في حفلة اللي بالمواقيف نبراس رجل عليها الاسم يا الربع لايك صقر محله ما يقيس بمقياس صقر محله ما يقيس بمقياس فوق الجبال امتعبت الخلايك ربعه بني ذبيان واندقة اجراس كل انقطع له بالمراجل برايق في حفلة اللي بالمواقيف نبراس رجل عليها الاسم يا الربع لايك صقر محله ما يقيس بمقياس فوق الجبال امتعبت الخلايك ربعه بني ذبيان واندقة اجراس كل انقطع له بالمراجل ضرائق حتى ولدهم دوم ما هون محتاس وذيب ما هم كثير العوايق واختامها صلوا على هادي الناس محمد المبعوث خير الخلايك وسلامتكم القصيدة الثانية استاذنا الشعراء اخواني اقول سرجنا للمعالي كل خيل مدربة على خوض المعارك يحفزها من التاريخ مجدا يزيد حماسها حتى تشارك ولا ترضى بكل الفخر الا بقمة لا توصفها المدارك تحسبني بكملها بفصحة لب الله يا هجوسي مو شعارك اسوقك مثل ماسوق المطية وقلب جو ليلك مع نهارك سواك تراس ما هي عن جهية لجن نجمع مساري مع مسارك واما الان عدنا للفصاحة قراري ما هو والله قرارك سمعنا ما يقال بداري عبله مثل هرجت سأيد في مبارك اختمها وحذ اللي سمعني على خير رسول صلي يبارك وسلامتكم الله صلح لسانك الشاعر سيف نستمع حضورنا الكريم الى قصيدة ختامية من الشاعر طربوش الذبياني فليت فضل يا ابو ثامر عندي اربع بيوت بدعة ختامية وبغرض دامك يا لاله لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ما حضرنا لحرب إلا شرف وابن سالم وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا ابن غايش حضرنا البادية والحضور عند جيد نقدر مجلسه والمقام ما حضرنا لحرب إلا شرف وابن سالم وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا يا ابن غايش حضرنا البادية والحضور عند جيد نقدر مجلسه والمقام ما حضرنا لحرب إلا شرف وابن سالم وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا وابعف أولاد سالم الرجال الذي تعرف مواجيبا مرحبا مرحبا وأهلا بكل الحضور مرحبا بالضيوف وحيا هذا المقام وليالي السنة نحصي مواجيبا وليالي السنة نحصي مواجيبا مرحبا مرحبا وأهلا بكل الحضور مرحبا بالضيوف وحيا هذا المقام الكرم والجماعي الطبع في أولاد سالم الرجال الذي تعرف مواجيبا صلى الله وسلم على سيدنا أهلا للرجال الذي تعرف مواجيبا ضيوفنا الكرام نشكر شعراء عن الكرام على الإبداع الذي يقدموه ونشكركم أنتم على الإنصات والاستماع أما الآن مع فقرة التكريم يقدمها الأستاذ زيد بن أحمد الذبياني ونعود معكم للختام فليتفضل تعال عشان يقرحوا تختمروا وتقوموا بحدين ما عندك من يخلع عسل مجمعوا ايه ايه انا انا اياها عايشين انا انا اياها عايشين عايشينها سوء عزالي برسا حد نا افتاك نا افتاك نا افتاك طايف ما تتقربوا بنيا ما تتقربوا نا خلاص بروحا خلنا مرتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحي الله الضيوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الليلة الطيبة وحي الله هذا الوجيه من جانا وشرفنا شكرا له وشكرا لجميع الشعراء الذي أحيوا أمسيتنا هذه الليلة وحياكم الله ويا مرحبا تراحب المطر مرحبا هيل عد السيل حياكم الله وغلاكم فحي الله الجميع فيه هدايا لرموز من القبيلة ومن خارج القبيلة لهم مني الشك والتقدير على مواقفهم الندميلة والمعروفة لدى كثير فحي الله الجميع الكل منكم من شرفنا ووصل إلينا يحتاج هدية ولكن الوقت ما يسمح والميزانية ما تحمل فحياكم الله اللي جانا وشرفنا والله لهالتقدير ولهالاحترام من جميع القبائل ومن الزملاء ومن الأصحاب ومن الجيران فحي الله الجميع حي الله قبائل بني ذبيان عمه وعلى رأسهم سعادة الشيخ راشد بن بسيس الذبياني شيخ شم القبائل بني ذبيان وجميع قبائل بني ذبيان وجميع القبائل الذي حضرت حفلنا هذا فحي الله الجميع مرحبا ألوف مرحبا ملايين مرحبا تراحب المطر مرحبا هيل عد السيل حي الله الجميع حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد على آله وصحبه أجمعين من علامات حسن الخلق الشكر شكر الله وشكر الناس وقيل أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس هنا صاحب الحفل يقدم شكره لجميع من ساهم في نجاح الحفل سواء بالحضور أو التهنئة هنا هدايا مقدمة تعبر عن قليل من كثير في البداية هدية مقدمة عبارة عن سيف مذهب للشيخ راشد بن سيد الزبياني لقاء ما قدمه لقبيلة بني ذبيان عامة وقبيلة الشرمان خاصة من دعم للمشاريع وإصلاح ذات البيت فليتفضل مشكورة لاستلام هدية لأنه عندي وابحة الصوت في سماعها ما يحتاج خيال هنا تقربوا ما يكون حسين 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 هدية مقدمة للشيخ حاسم بن حسين بن صافي الذبياني عريف قبيلة الشرمان لمواقفه النبيلة مع أبناء القبيلة وإصلاح ذات البيت وإسهامات المتعددة في دعم المشاريع هدية مقدمة للشيخ سراج بن عليان الدبياني سيف عبارة عن سيف مدهر هذا الشخص له مواقف نبيلة مع القبيلة ودائما التواجد في أفراح القبيلة هدية عبارة عن سيف مذهب للشيخ حسين بن سالم الذبياني عميد أسرة آل عبد الله لإسهاماته ودعمه اللامحدود وتقديم النصح وإرشاد لأبناء أسرة آل عبد الله هدية مقدمة للشيخ عيسى بن عطية الذبياني مدير إدارة الأحوال المدنية بالخرمة سابقا يتقدم ابنه سامي لاستلامها نيابة عنه نشكر الشيخ عيسى لمواقفه السابقة مع أبناء القبيلة وخدمتهم وقدفنا كثير من وقت وجهد الخدمة للمجتمع هدية مقدمة لسعادة العميد المتقاعد عطية الله بن خاتم الذبياني مدير إدارة سجون الطائف سابقا فليتفضل مشكورا لاستلام هدية وهي عبارة عن سيف مذهب أبو راعد موجود موجود يتقدم أحد من أقارب الاستلامها أو أي شخص ينوب عنه شكر للشيخ علي بن حسن الصفاة للاستلامها الرجال هناك الشيخ سفر بن حمود بن عروان العتابي صديق وزميل لوالد العريس هدية عبارة عن سيف مذهب يستاهل أبو حمود شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة مقدمة لشعراء الأمسية بداية الشاعر الكبير طربوش بن عواض الدبياني عبارة عن سيف الشاعر مؤسس شبكة ومجالس قبائل بني دبيان الإعلامي طالب بن علي الدبياني هدية عبارة عن سيف الشاعر عايش الحارثي هدية عبارة عن سيف شاعرنا الجميل عبد الرحمن القرش الشاعر الكبير جمال بن عايش الدبياني أبو ثامر الشاعر سيف المطرفي موجود موجود تمنينا أن يكون موجود من بداية الأمسية وقدمتعنا ولكن ختامها من الشاعر سيف عريف عريف أمسيتنا أقدم له الشكر الخاص لما بذله في هذه الأمسية وأظهرها بالمظهر اللائق الأستاذ فواز أنفاعي العتابي أخوان هدية من أخوان العريس الصقر يقدمونها يقدمها نيابة عنهم أخوه السالم يستاهل أما الآن نعود بالماكروفون لعريف الأمسية فليتفضل مشكورة أعطيك العافية أبو أحمد إن شاء الله ختاما حفلنا الكريم إن أردت أن تعرف قدرك وقيمتك في الميزان وقيمتك في الميزان فانظر إلى اهتماماتك وقيمها وخذ ما صفى وترك ما تكدر فأنت لا تعيش أكثر من مرة فابدع من الآن وكن صاحب رسالة وعمل لا ينسى أحبتي الحياة قصيرة جداً لا تستحق مننا الحقد والحسد والبغض والنفاق وقطع الأرحام غداً سنكون ذكرى فقط ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم فالجنة تحتاج قلوباً سليمة أخيراً نقول اللهم اكتب لنا الخير حيث كان وارزقنا الرضا بما يكون والحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحياتي أنا أخوكم فواز العتيبي ومن مناسبة سعيدة إلى أسعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعطوا وسط ولكنا اعطوا وسط اعطوا وسط لا والله كان الحدي يجي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة